في زيارة هامة في الحقيقة حيقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر ودي هذه زيارة بتأتي ربما في إطار التعاون المثمر ما بين الدولة المصرية والدولة اليابانية من أجل تحقيق التنمية المستدامة من أجل تعاون الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق في الحياة العلاقات بين البلدين يا مصطفى بقالها كثير جدا جدا قديمة وممتدة في كثير من المجالات الاقتصادية والسياسية ويمكن كمان حتى التنموية خلونا نتعرف أكتر مع بعض على مجالات التعاون والزيارة المرتقبة من الكاتب الصحفي اللي منوارنا في الستوديو النهاردة محمد إبراهيم الدسوئي خبير العلاقات المصرية اليابانية أهلا بحضرتك أهلا بك سيد محمد رئيس الوزراء الياباني قال أن مصر شريك مهم لغنى عنه في الشرق الأوسط أفريقيا واستهل زياراته للمنطقة اللي حيقوم بها العدد من الدول الأفريقية بالزيارة إلى مصر يا رقم واحد ما هي دلالات هذه الزيارة؟ ماذا تريد اليابان والمصر بالتحديد؟ وماذا يمكن أن نبني أيضا على هذه الزيارة من قبلنا كمصريين؟ شوف هو اليابان بتعتبر مصر دائما هي بوابتها للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وأيضا إلى القارة الأفريقية سواء كنا نتكلم على المستويات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية والإستثمارية والتجارية الجانب الياباني بيكن احترامك شديد جدا لمصر ومكانتها في المنطقة ليس فقط سياسيا ولكن أيضا حضاريا هناك أيضا أوجه كثيرة جدا من التعاون بين البلدين وبالتالي حينما تفكر اليابان في أي علاقة سواء مع منطقة الشرق الأوسط أو مع القارة الأفريقية هي بتفضل دائما أن هي تبتديها من البوابة المصرية أيضا هذا بيعكس قدر التفاهم الكبير القائم بين البلدين وهذا التفاهم يعني احنا بنتكلم عن حصاد سنوات طويلة جدا من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات أيضا هي الجانب الياباني بيثمن الشراكة القائمة بين البلدين كما ذكرت لك منذ قليل في مختلف المجالات ويعني أظن أنه بداية جولة رئيس الوزراء الياباني من القاهرة هو بيعكس كل هذه المفاهم بيعكس قدر التفاهم اللي موجود بين البلدين قدر الود اللي موجود فيه العلاقات بين البلدين أيضا بيعكس مجموعة من الأهداف المشتركة اللي بترغب البلدين في تحقيقها لا سيما فيما يخص الجوارب المرتبطة بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط أيضا العمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة ودي أيضا برضو من المجالات المهمة جدا في تعاون البلدين أيضا فيما يخص الملف الخاص بمكافحة الإرهاب اليابان كمان يمكن قالت أن مصر فعلا هي شريك أساسي ومهم جدا لها في الشرق الأوسط وأفريقيا كلمنا عن الزيارة يمكن لدول أفريقية أخرى والهدف الكبير بقى وراء هذه الزيارة هذه الجولة بتسبق قمة مهمة ستعقد في مدينة هورشيما اليابانية الشهر المقبل وهي خاصة بمجموعة الدول السابع الكبرى طبعا كلنا نعلم مدى أهمية هذا التجمع وأن هذا التجمع لا يناقش فقط الجوانب المرتبطة بالعلاقات بين هذه الدول ولكن أيضا بتمتد المناقشات إلى ما يخص الجوانب الإقليمية والجوانب الدولية أيضا أظن كلنا يعلم بطبيعة الحال طبيعة الأزمات والمشكلات الموجودة في المنطقة في التوقيت الراهن وضرورة تواجد عدد من الدول الكبرى من أجل التوصل إلى حل وأزمة لهذه الأزمات طبعا أخرها ما هو مرتبط بالأوضاع الموجودة في سودان الشقيق أيضا لدينا ما يرتبط بالقضية الفلسطينية لدينا أيضا كما ذكرت منذ قليل جوانب مرتبطة بالإرهاب أيضا اليابان بتولي أهمية كبيرة جدا لعلاقتها على مستوى الشرق الأوسط وأيضا على مستوى أفريقيا وهي لديها تجمع أو تكتل أنشئته منذ سنوات اللي هو الأتيكاد والغرض منه هو تعزيز علاقتها فيها على كافة المستويات مع البلدان الإفريقية وبالتالي هذه الزيارة بتأتي في إطار تعضيض هذا التكتل وأيضا في محاولة لاستجلاء آراء ووجهات نظر قادة الدول التي سيلتقي بهم خلال هذه الجولة في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي سيتم طرحها على أجندة عمل مجموعة السابع خلال لقاءه بالشهر المقبل إن شاء الله طب ما هو الرابط ما بين مجموعة السابع وإنقاط قمة مجموعة السابع في مدينة هيروشيما الليبانية وبين القرى الأفريقية يعني ماذا يريد العالم تحديدا من القرى السمراء؟ الصين تسعى لأفريقيا اليابان تسعى لأفريقيا ماذا يوجد في أفريقيا كي يجعل هذه الدول العظمى الكبرى يعني تفتح جسور التواصل تقيم هيئات خاصة للدعم الأفريقي تستغل وضع ومكانة مصر أفريقيا من أجل الدخول إلى القرى السمراء عبرها أو من خلالها كلمة السر المارض الطبيعي صحيح هذه الدول تبحث بالأساس عن المارض الطبيعي ليس فقط المارض الطبيعي التي تعتبر مهمة جدا لكثير من الصناعات الموجودة في هذه البلدان ولكن أيضا بنتحدث عن موطق قدم ونفوذ سياسي أيضا لأن القوى القبرى تتصارع على أرض القرى الإفريقي الكل يريد أن يكون له تواجد هذا التواجد والنفوذ بينعكس في مرضود اقتصادي واستثماري لهم نحن نرى على سبيل المثال التواجد الصيني في القرى الإفريقية شكله عامل إزاي؟ تواجد قوي جدا على كل المستويات وبالذات المرتبط بينها بالجانب الاقتصادية والتجارية أيضا بينظر إلى هذه القرى الإفريقية نحن لا نتكلم عن دولة أو اثنين أو ثلاثة نحن نتكلم عن قوى شرائية كبيرة نحن نتكلم عن ملايين من البشر موجودة في هذه القرى وبالتالي مصلحة كل طرف من الأطراس وكانت تكتلات سياسية أو اقتصادية أو بلدان منفردة أن هي تزيد من حجم صادراتها إلى هذه الدول بشكل مستمر لأنها في النهاية هي بتحصل على عائد كبير أيضا أرجع وأركز على جانب مهم مرتبط بالإرهاب لأننا نتكلم النهاردة على الإرهاب الإرهاب ليس مرتبط بمنطقة واحدة من العالم هناك للأسف تواجد أصبح قوي لبعض التنظيمات الإرهابية أو أصبحت موجودة لها موطق قدم في بعض البلدان الإفريقية لابد أن يكون هناك تنصيق مشترك من أجل مواجهة مثل هذه التجمعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية بشكل مستمر لأن وجودها لا يقتصر فقط على هذه البقعة من العالم ولكن لها امتدادات ولها اتصالات مع بعض الجامعات الموجودة سواء في البلدان الأوروبية أو غيرها من قرات العالم وبالتالي لابد أن هناك نوع من التنصيق بين الدول على المستوى الفردي وعلى مستوى التكتلات السياسية والاقتصادي خلينا نتكلم عن فرص الاستثمار اليابان معروفة بشركاتها النكحة جدا والكبيرة جدا البرانز أو علامات تجارية مهمة في عالم التكنولوجيا بشكل خاص وفي عالم الاستثمارات بشكل عام هل في سعي من الشركات اليابانية للحصول على فرص استثمار داخل الأراضي المصرية؟ شوفي أولا أن اليابان بتعتبر من أهم الشركات التجاريين لمصر ده من جهة من جهة أخرى هي أيضا من الدول المستثمرة بشكل كبير في مصر وفي مجالات متعددة نحن نتكلم عن حوالي 87 شركة يابانية لها استثمارات في مصر في كل المجالات المختلفة نتكلم عن رأس ما لها حوالي 500 مليون دولار إذا حبينا أن نستعرض أجندة عمل هذه الشركات أو استثماراتها هللاقي أن هناك استثمارات في مجال النقل على سبيل المثال هناك استثمارات مرتبطة بالجانب الثقافي على سبيل المثال المتحف الكبير هللاقي أن هناك استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجايكا بتلعب دول كبير طبعا برنا؟ بتأكيد لأنه هي هيئة التعاون الدولي المرتبطة بتنسيق مثل هذه الأمور خارج الأراضي اليابانية هللاقي أيضا استثمارات في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية هللاقي في مجال الاتصالات هللاقي فيه كثير من المجالات التكنولوجية وأيضا ما يخص ملف التعليم ده أيضا من مجالات المهمة جمع المصرية اليابانية ومدارس كمان المدارس حانا نتكلم على حوالي 51 مدرسة يابانية موجودة في المحافظات المصرية المختلفة موجود فيها أكثر من 11 ألف طالب أيضا لا ننسى التعاون والاستثمار أيضا في مجال التعليم العالي يمكن أكثر شاهد عليه موجود قدامنا هو الجامعة المصرية اليابانية الموجودة في برج العرب هناك كثير من الاتفاقيات الخاصة بالدراسات العليا والمنح للطلاب المصريين أيضا في المجال التعليم العالي نحن نتكلم على خريطة استثمارية كبيرة نحن نتكلم عن أن اليابان تستحوز تقريبا على 31% من حجم الاستثمارات الأسهوية التي موجودة في مصر حتى هذه اللحظة نتكلم عن أنها زادت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية وهناك أفاق كبيرة لها وهناك رغبة مشتركة من الجانبين في زيادة حكمها خلال الفترة المقبلة لأننا نتكلم عن حجم تبادل تجاري كبير بين البلدين حوالي 1.5 مليار دولار طبعا فيه جزء أكبر منه مرتبط بواردتنا من اليابان سواء كان مرتبط منها بالسيارات وغيرها من المنتجات ولكن يظل نحن نتكلم عن حجم تبادل تجاري كبير ورغبة كبيرة من الجانب الياباني في الاستثمار في مصر وهناك تقدير كبير جدا من الجانب الياباني للتجربة التنموية المصرية خلال السنوات العشر الماضية هم شايفين ومتابعين بشكل جدًا كل التطورات الموجودة فيما يخص هذه التجربة وشايفين أنه لابد أنه يكون ليمنوع من المشاركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتحها هذه التجربة في ظل المشروعات القومية الكبيرة التي موجودة تقريبا في كل محافظتنا خلال الفترة الماضية على أي حال ساعات قليلة ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ربما تأتي الزيارة التي يستهل لها رئيس الوزراء الياباني للمنطقة بدخول إلى مصر في إطار قمة مجموعة السابع التي ستعقد في مدينة هيروشيما اليابانية ولكن بالتأكيد هناك ملفات كثيرة جدا يستطيع الجانب المصري فيها أن يمد أسر التعاون مع اليابان في ظل علاقات وثيقة ممتدة في مجالات كثيرة جدا مجال التكنولوجيا، مجال الطاقة، مجال التعليم أو التعليم العالي بالتأكيد كل هذه ملفات ستناقش بتفصيل خلال هذه الزيارة وبالتأكيد أيضا سنسمع كثير من التحليلات عقب هذه الزيارة نشكره أستاذ محمد إبراهيم الدسوي الكتب الصحفي خبير الشؤون اليابانية المصرية لحدثنا بالتفصيل عن أثر هذه الزيارة أو ما سيمكن أن يتم ملاقشته خلال هذه الزيارة شكرا جزيلا لك أستاذ محمد ومواطننا في السوديو الصباح شكرا جزيلا شكرا جزيلا